نعود إلى المعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء والذي تشارك به مؤسسة بيت الشعر في المغرب من خلال رواق يضم أكثر من مئة عنوان ضمن منشورات المؤسسة تفاصيل أكثر حول هذا الحدث الثقافي الكبير مع ضيفنا مراد القادري رئيس بيت الشعر في المغرب أهلا وسهلا فيك معنا أستاذ بي برنامج يوم جديد أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة بالبداية كيف تأيّم الأوضاع الراهنة للنشر وسوء الكتاب بالمغرب واقع النشر في المغرب خلال السنوات الأخيرة عرف طفرة مهمة يمكن الإشارة إلى أن عدد المنشورات هذه السنة مثلا وصل إلى 4.220 بزيادة طفيفة قدرت بـ 1.75% قياسا للسنة الماضية هذا الواقع دينامي ومتطور كثيرا وتتدخل فيه العديد من الأطراف مؤسسات عمومية ووزارات وقطاع مدني وغير ذلك من الجامعات والمعاهد المتخصصة قطاع النشر في المغرب كما تعلمون ليس فقط له بعد تقافي وتنويري بل هو كذلك له بعد اجتماعي واقتصادي لأن دورة صناعة الكتاب في المغرب تعيش منها العديد من العوائل والأسر ليس هناك فقط الكاتب بل هناك الناشر والمطبعي والتقني والموضب والكتبي والموزع كل هذه الأطراف تعيش من صناعة الكتاب وتقتط منه العديد من الأسر والعوائل ما يجعله قطاعا ببعد اقتصادي ومادي واجتماعي مهم جدا على الرغم من ذلك هذا القطاع يعرف بعض الأعطاب وبعض الهشاشة وفي هذا الإطار احتضنا معرض دولي للكتاب يوم 10 فبراير أي يوم 2 الفارض يوما مهنيا تداول فيه النشرون والمعنيون بقطاع النشر والكتاب المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع وفي طليعتها ضرورة وجود قانون يحفز على الاستثمار في مجال صناعة الكتاب وإيجاد توازن ما بالكتاب الورقي والكتاب أو المنشورات الرقمية نعم سيد مراد لمؤسسة بيت الشعر في المغرب أيضا نشاط مميز خلال هذه الفعاليات أو نسخة هذا العام من المعرض حدثنا أكثر عنها أو عن أبرزها يتواجد بيت الشعر داخل الدورة السادسة والعشرين من المعرض كما العادة برواق مهم يضم العديد من العناوين ويقدم العدد الجديد من مجلة البيت وهي مجلة علمية ومحكمة هناك كذلك حفلات توقيع لمنشورات بيت الشعر التي صدرت هذه السنة وعددها 14 الكتاب كلها بين الدراسات النقدية والترجمة وكتب السير الداتية الخاصة بالشعراء تقريبا طيلة مدة المعرض لدينا متوسط نشاطين خلال كل يوم حيث يتاح للكتاب والشعراء أن يقدموا كتبهم ويلتقوا بالزائرين والمرتفقين لهذا الرواق نعم ذكرت حضرتك عن العناوين فهناك أكثر من 100 عنوان مشارك ضمن منشورات المؤسسة خبرنا أكثر ما أبرز القضايا والموضوعات التي تتمحور حول هذه العناوين وكيف تم اختيارها أيضا بيت الشعر لما تأسس في أواصل التسعينيات تأسس بهدف تعزيز التقافة الشعرية وإعادة الاعتبار للكتاب الشعري أنتم تعلمون أن الديوان الشعري اليوم صار مهمنا الناشر ليس فقط في المغرب الناشر العربي لا يقبل على طبع الديوان الشعري ويعتبره دون مرضودية تجارية لهذا نهد بيت الشعر بهذه المهمة وجعل نشر إحدى أبرز استراتيجياته وأولوياته لهذا غالبية هذه الكتب مضامنه هذا تصل بالشعر هي تتوزع بين الديوان الشعري وبين الدراسات النقدية وبين الترجمة انتصارا من بيت الشعر للشعر الذي هو مجال عملنا الأساس نعم سيد مراد شاركت مؤخرا أيضا في تقديم ندوة ترجمة الشعر في المغرب بحضور طبعا مترجمين مغاربة عن اللغة الإسبانية إلى العربية حدثنا أكثر عما دار خلال هذا اللقاء وعم أثمر فعلا تشرفت بإدارة لقاء داخل المعرض المعرض حول ترجمة الشعر وموضوع ترجمة الشعر من المواضع الشائكة التي تتار دائما ضمن سؤال كبير هل الشعر قابل للترجمة أم غير قابل للترجمة ميزة هذا اللقاء الذي أدرته وأنه جمع بين أساتد جامعيين للغة الإسبانية وبين طلبة وبين مترجمين مغاربة أصدر لهم بيت الشعر مؤلفاتهم مؤخرا وهي ثلاث أنتولوجيات يتعلق الأمر بكتاب أنخاب البحر وليابسة للمترجم خالد ريسوني وقنادي للبحر للمترجم والشاعر محمد العربي غجو وكتاب في غبطة الوحدة والموت للناقد يوسف النوري طبعا هناك مشاكل ولكن كان هناك جو عام إيجابي تم من خلاله تحفيز الطلبة على إقبال على ترجمة الشعر وعدم تهيوب الشعر لأن الترجمة لها أبعاد تقنية خاصة في الشعر يصعب مثلا ترجمة الصوت وترجمة الصمت وترجمة الإقاع ولكن هناك أبعاد ثقافية لأن الترجمة هي جسر تلاقي بين الحضارات وبين الأمم وبين الشعوب نعم في أمر أنا شخصيا حبيته ولا فتل انتباهي يلي هو أنه شاركت بجمالية الكتاب الشعرية العامية بالمغرب خبرنا كيف ممكن أنه هذا الشعر العامي يعزز من الهوية المغربية هذه ندوة أخرى شاركتوا فيها ضمن البرنامج الثقافي للمعرض الدولي للكتاب أنتم تعلمون أن المغرب متعدد الثقافات ومتعدد اللغات والأبعاد المختلفة من بين الأشياء التي تسمو مجنة الشعري المغربي أن هناك أبعاد متعددة لغوية وجمالية وفنية شعر في المغرب الأقصى يكسب بالعربية لكنه يكسب كذلك بالعامية أو بالدارجة ويكسب بالأمازيغية ويكسب بالحسانية لهجة الجنوب وباللغات الأجنبية وهذه الندوة أتاحت لنا الاقتراب من جنس الشعري المكتوب بالعامية وإبراز الجمالية التي يتصف بها وأنه ضلع أساس من أضلاع متننا الشعري المغربي اليوم نعم من ضمن أيضا الفعاليات التي كانت ضمن المهرجان أعقدتم لقاءات مع عدد من مسؤولي المؤسسات الثقافية لإبرام طبعا مذكرات تفاهم بشأن تعزيز التعاون الثقافي مع مؤسسة بيد الشعر هل من أنشطة مستقبلية تم الاتفاق عليها؟ نحن في المغرب كمؤسسة ثقافية نتطلع دوما إلى هذه اللحظة لحظة المعرض الدولي للكتاب لأن فرصة تتيح لنا أن نلتقي بفاعلين ثقافيين وشعريين آخرين من داخل منطقة المغاربية والعربية ومن داخل المغرب وهذا يتيح لنا بحث مشاريع مشتركة يمكن أن ينخرط فيها بيت الشعر في المغرب في مجال النشر أو في مجال عقد الندوات العلمية والدورات الأكاديمية التي ننشغل بها جميعا وخلال هذه الدورة استطعنا فعلا أن نلتقي بالعديد من الناشطين والكتاب والشعراء والنقاد وحاولنا معهم أن نجد مشترك يسمح لنا ببرمجة أنشطة ثقافية وأماسي شعرية ودورات أكاديمية خلال الفترة المقبلة وخاصة خلال احتفاليات اليوم العلمية الشعر المقبل 21 مارس نعم المهرجين كمان أعطى أهمية ليس فقط للكبار ولكن أيضا للأطفال ما أهمية الاهتمام الثقافي بهذه المرحلة العمرية؟ فعلا المعرض الدولي للكتاب يخص حيزا كبيرا للأطفال هناك أجنحة وهناك أروقة وورشات كتابة ولحظات يلتقي فيها أطفالنا بالكتاب والمتقافين والفنانين والمبدعين من أجل الاستفادة واتخاذ القدوة من قصص نجاحهم وأظن أن ذلك يستجيب للإقبال المتزايد لهذه الفئة العمرية التي تعتبر مستقبل المغرب داخل المعرض هناك أروقة تقدم عرضا كبيرا في مجال كتاب الطفل هناك أسر تأخذ أبنائها وبناتها إلى المعرض من أجل عقد هذه اللقاءات وإتاحة الفرصة لهم لإقامة صداقة مع الكتاب نعم أكيد من أكد على دور المعارض الثقافية على الاهتمام بالأطفال وبطبعا إبداعاتهم شكرا لك ضيفنا الكريم مراد القادري رئيس بيت الشعر في المغرب كنت معنا ضيفا كريما